طالب طلاب في كلية التربية الأساسية بقضاء حديثة خلال لقائهم بمحافظة الأنبار محمد الحلبوسي طالبوا بتأمين أقسام داخلية وخطوط نقل لهم فضلا عن تجهيز قاعات دراسية ومختبرات اسمي واسم طلاب الأقسام الداخلية طالب بهواء أمور منها الأقسام الداخلية يعني احنا طلاب أقسام الداخلية بس بالاسم طبعا مجرين شقاق علينا على حسابنا ثاني شغلة خطوط هاي كلها مصاريف علينا وواعدونا بمنحة والمنحة صار سنتيان ماكو طالبنا بتوفير قاعات دراسية وتوفير مواد المختبرات لأن أنا طالب مرحلة ثالثة قسم كيميا هاي الثالث سنة ما نشتغل أي تجارب كيمياوية بسبب عن توفر المواد الكيمياوية ولكن طالبنا السيد المحافظة ووعدنا خير إن شاء الله بتوفير المواد الكيمياوية وصرف المبالغ المالية لترميم القاعات الدراسية وكما طالب على كثير من الأحوال ونطالب بتوفير الأقسام الداخلية للطلاب لأن هناك لا يوجد أي دعم لقسم الداخلية للطلاب تسكن شقك وطلع السيد المحافظة على بعض الطلبة وشكه لأنه ماكو أقسام اشتركوا في القناة